اليوم تهديد للأردن اليوم تهديد للسعودية وهذه تهديدات جادة وهذه المهازل والمسرحيات بين إيران وإسرائيل والضربات وهذه المهرجانات هذه الرسائل في عمقها إلى حكام العرب إحنا ضربنا 1200 كيلو إلى أسرائيل يعني مدنكم اللي على الخليج لا سامح الله إذا ضربناها ب400-500 صاروخ يعني تنتهي دول مثل الإمارات والكويت والسعودية وغيرها والبحرين لا قدر الله فهذه رسائل يجب أن تقرأ المشكلة وجهة نظر يا أخي على الأمة ما فيها قائد يعني لما كان عندنا دولة خلافة كان فيه رمز معين لا يقبل يعني المعتصم لما استعانت به امرأة في الشام أرسل جيش اليوم إحنا لا نمتلك هذه الإمكانيات مع أنه ممكن إحنا نكون دول عربية وإسلامية لكن ممكن أن نوحص صفوفنا ممكن أن ندرب بعض ما بعض ممكن أن إحنا نحمي أجزاء من أمتنا لكن شيء مؤلم ولكن من هنا أحيي الحكومة التركية اللي بدأت تتحرك بهذا المستوى أحيي وزير خارجيتها لأن هذا الموقف مطلوب اليوم مع أنه متأخر لكنه لا بد أن يكون في هناك دعم لمثل هذه المواقف من أجل أن نقول لنتنياهو كافي جرائم وإبادة وإهانة لأمة كاملة مع الأسف يعني شموانتز بهجات حكم في دانوزير الخارجية التركي حينما يهدد إسرائيل بهذه الطريقة يقول يجب أن نوقف إسرائيل إما بالسلام أو بالقوة حينما يتحدث عن أن القضية الفلسطينية لا تقع على عاطق العرب وحدهم الأتراك أيضا يشاركونهم الانشغال بهذه القضية ما الموقف التركي في هذه الفترة حينما نرى خطوات تصعيدية تتمثل في قطع كافة أشكال العلاقات التجارية حينما نرى أيضا انضمام تركي لدولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية يا سيد نحييهم هذه أمة حية هذه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى الله وطحبه وسلم هذه أمة حية يا سيدي وعدها إمكانيات أنه تخرج من هذا الاستفزاز والإبادة وأن تظهر للعالم يعني الموقف التركي الحقيقة مشرف وهناك مواقف أخرى أيضا مشرفة لكن الخلل عدنا في حكام العرب ولا أقول الكل يعني موقف قطر مشرف مشرف فعلا مع أنها دولة صغيرة مع أنها دولة صغيرة وإمكانات وإسرائيل اليوم تهددها بغلق القناة بقتل قناة الجزيرة بقتل إعلامي الجزيرة بابتزاز ابتزازها في أن تطرد قيادات حماس وين يروحون يعني؟ يروحون للعراق على الجماعة المقاولة والمقاومة والممانعة هم يتوقدون الآن في تركيا نعم ما هي هذه الضغوطات من أجل أن تضغط قطر على قادة حماس ولكن أخي العزيز مطلوب من الأمة أن تقف مع هذا الحاكم الذي يدعو إلى مثل مواقق في تركيا ليس خيار آخر أمام هذه الأمة يعني لا يعقل أخي العزيز أنه إنسان في أمريكا وفي بريطانيا وفي الجامعات وإنسان متعلم وجامعي يخرج ويفرش الأرض ونحن أهالينا وشعوبنا وجامعاتنا ساكتا أنت كيف تطلب من التركي والأندنوسي والماليزي وغيرها وغيرها وغير دول مسلمة تقف معاك وأنت ساكت لأن حاكمك خايف أخاف أقول كلمة أخاف أنت قد إسرائيل ويأتون ويزولون يعني يعملون عملية إزالة الكرسي يزيحوك من الكرسي يعني الكرسي ليس أهم من أرواح الناس ولا من أن نعيش بقيم وبكرامة وإحنا عندنا مكانيات وعندنا فلوس وعندنا نفط وعندنا خيرات ترجمة نانسي قنقر